رحبت مصر بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب معربة عن تطلعها للعمل مع حكومة عبد الحميد لدبيب خلال المرحلة الانتقالية ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقا لخارطة الطريق للحل السياسي كانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد نالت ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائبا خلال جلسة لمجلس النواب في مدينة سيرت وبعد خطاب له عقب منحه الثقة دع لدبيب لإنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا مؤكدا أن حكومته ستعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا في سبيل تحقيق الاستقرار الدائم بليبيا ودعم العمليات السياسية بالبلاد نالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد لدبيب ثقة مجلس النواب في سيرت بحصولها على تأييد 132 نائبا وعقب منح الثقة لحكومته دع رئيس الوزراء الليبي إلى إنهاء الانقسام في ليبيا مؤكدا أنه سيعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسي من أجل إنجاح الفترة الانتقالية سأعمل بكل جهد في دعم المجلس الرئاسي وتحقيق الإعدالة الانتقالية لنجاح المصالحة الوطنية سألتزم بدعم المفوضي العليا للانتخابات وإنجاز الإحقاق الدستوري والقانوني في الانتخابات في موعد المحدد ترحيب أممي وعربي لاقته تلك الخطوة وسط التأكيد أن ليبيا أمام فرصة حقيقية للمضي قدما نحو المصالحة واستعادت سيادتها بالكامل مصر بدورها رحبت بني لحكومة دبيبة ثقة مجلس النواب معربة عن تطلعها للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية ولم تدخر القاهرة جهدا في المساهمة في إقرار الأمن والسلام في ليبيا حيث سعت إلى التوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية فضلا عن استضافتها للحوار السياسي الليبي على أراضيها لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة وهو الدور الذي ثمنته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هي إذن جهود حثيثة بذلتها مصر لتدعيم المفاوضات التي تدور بين الأطراف الليبية كافة برعاية الأمم المتحدة وصولا إلى اتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير والذي أصفر عن اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة